حياكم الله شباب وياكم على اسم القناتي من دجلس بورد صلي على النبي محمد وآلي محمد لا أضغط لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الدرس شارك المقطع لأصدقائك التشكية المتوقعة لريال مدريد اليوم في نهاية دورة أبطال أوروبا مع ليفربول بالهجوم كريم بنزيم الجناح الأيمن رودريغو الجناح العيسر فرينسيوس جونيور بالوسط مودرج وكروس وبالارتكاز كاسيميرو ظاهير الأيمن كارفخال الدفاع مليتاو ألبا ظاهير الأيسر ميندي حارس المرماتيبو كورتوا كل التوفيق للملوك اليوم وإن شاء الله الفوز باللقب الـ 14 اليوم النهائي المرتقب ريال مدريد يطمع بالـ 14 وليفربول من أجر رد الاعتبار المباراة ستكون في الساعة العاشرة مساء على بينسبورت ومعلق المباراة حفيظ الدراجي توقعاتكم لمباراة اليوم اكتبونا آراءكم بالتعليقات غارث بيل عبر تويتريغو الجاهز لمباراة اليوم غارث بيل كان كابوسا لليفربول في نهاية 2018 مع ليفربول حيث سجل عليهم هدفين من أجمل الأهداف في كرة القدم لعب بنزيمة مع ريال مدريد أمام ليفربول خمس مباريات كان نصيبه الانتصار في أربع مباريات وتعاذل في مرة واحدة وسجل خلال خمس مباريات أربعة أهداف إن شاء الله اليوم بيسجل بالنهاية وصول جمهور ريال مدريد إلى باريس من أجل حضور نهاية دورة الأبطال أوروبا مع ليفربول فينيسيوس جونيور يقول لدي خطة لنهاية دورة الأبطال لقد خططت لكل شيء ريال مدريد لم يخسر مع الحكم كيلمان توربين أدار الحكم أربعة مباريات لريال مدريد أربعة صفر ضد لودو غوريست 2014 أثنين صفر ضد روما 2018 لعثة اثنين ضد أنتر ميلان 2020 ثلاثة واحد ضد شيئول سي 2022 مقارنة بين صلاح وبنزيمة في دورة الأبطال هذا الموسم صلاح لعب 12 مباريات بنزيمة لعب 11 مباريات صلاح سجل 8 أهداف بنزيمة سجل 15 هدف صلاح اثنين أسيست بنزيمة واحد أسيست صلاح 34 تسديدة بنزيمة 45 تسديدة مراوغات صلاح 46 بنزيمة 16 ثم ريرال صلاح 388 بنزيمة 479 برأيكم من الأفضل اكتبونا أراءكم بالتعليقات مقارنة بين أليسون حارس مرمالي فربولو كورتو حارس مرمالي ريال مدريد في دورة أبطال أوروبا هذا الموسم أليسون لعب 12 مباريات كورتو 12 أليسون استقبل 13 هدف كورتو استقبل 14 هدف تسديات أليسون 15 تسديات كورتو 52 لينشية أليسون 4 وكورتو 4 هار بقبضة اليد أليسون 3 وكورتو 3 التمريرات أليسون 440 كورتو 432 حبا تقلبي هنا وصلنا نهاية الفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم أناس في حمان الله نلتقي في فيديو جديد